الجديد يصعد صباحكم بكل الخير مشاهدين الأكارم برحب فيكم بأولى فقراتنا الحوارية لليوم تحديدا للحديث عن المتميزين فقد حقق المتميزون مراكز طبعا على المستويين العربي والدولي طبعا واحد تلك المسابقات هي التي جرت في الجامعة اللبنانية في بيروت اسمحوا لي أن أرحب بديوف المتواجدين معي هنا في الستيديو للحديث بتوسع عن هذه المسابقة بداية مع الدكتور إياد حاتم هو منسق برنامج المتميزون في خسم الميكاترونيكس أهلا وسهلا فيك دكتور ريسال صباحك بالخير صباح الخيرات أهلا وسهلا والطالب عدنان سعود حضرتك سنة ثانية ببرنامج الميكاترونيكس للمتميزون صباح دهار دهار أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم معنا لليوم نورت صباحنا دكتور بالبداية لو تعرفنا عن المسابقة وعن مشاركتكم فيها أهلا هي المسابقة أقيمت في بيروت على هامش مؤتمر دولي لا بس حابب أوضح أن المؤتمر كان لنا مشاركة فيه بورقة علمية لطلابنا ببرنامج الميكاترونيكس للمتميزين كانت هي نتاج لمشروع أنجزوه كمشروع تخرج خلال خمس سنوات في البرنامج الميكاترونيكس للمتميزين على هامش المؤتمر الدولي طبعا هو مؤتمر دولي مشارك فيه كان من عدة دول إقليمية وعربية وعالمية كان فيه مسابقة أجريت لطلاب الجامعات هناك مسابقة روبوت فطلب مننا أن نشارك بهذه المسابقة أو دعينا للمشاركة في المسابقة فأخذنا معنا فريق شارك بهذه المسابقة وكانت هي عبارة عن طبعا بتحقق المعايير الدولية للمسابقات الروبوت وكانت تجربة كثير جيدة بالنسبة لطلابنا فهذه هي حكاية المسابقة بالنسبة لنا طبعا حققنا المركز الثاني يمكن نحن مين حقق المركز الأول؟ فريق من جامعة لبنانية اسمه نجيبة نحن حققنا المركز الثاني طبعا فيني بأخذ منك عدنان هيك شوية تفاصيل عن الجروب وكانت مشارك في هذه المسابقة حكاية الله نحن اشتغلنا على المسابقة كنات من أفراد العالم يلي مسروا الفريق في لبنان كنات ثلاث أفراد أنا وزميلتي نادة سلمان وزميلي عبد الرياحي المسابقة صارت مثل ما حكى الدكتور هي على هامش مؤتمر اشتغلنا على فترة حوالي ثلاث أسابيع تماما أقصى من المسابقة كانت بسيقة نوعا ما هي أنه روبوت يحل متاهب ونفس الروبوت لازم نستخدمه كلاعب شطرنش فإذا حطينا هيدا الأساس وشتغلنا عليها فأطلع معنا روبوت هيك صغير لونه أبيض يحل المتاهب بعدين يلعب شطرنش باللون الأبيض حلو كثير طيب دكتور يعني بالنسبة للمشاركة بالمسابقات هل هو موضوع جدا مهم خصوصا بالنسبة للطلاب كون المشاركة بالمسابقات ممكن تعزز علميا وبتبادل الأفكار بين طلابنا وطلاب الدول المجاورة حتى المسابقات العالمية خليني أحكي عن موضوع المشاركة بحد ذاته يعني أهميته كيف تم الإعداد لإله هلا هو قولا واحدا كلامك صحيح بالنسبة لتطوير مستوى الطلاب عنها الاحتكاك شي مهم جدا يعني مثل أي يعني على أي مستوى إن كان رياضي ولا علمي فالمشاركة بهيك نعم المسابقات بتيح طبعا هي الأول يعني الهدف الأساسي هو مثل ما حكيت هو الاحتكاك الاطلاع على خاصة كان مؤتمر الاطلاع على كثير من الأمور الجديدة أو الأبحاث الجديدة اللي في مجال ميكاترونيك كانت بالنسبة لنا بالنسبة للمسابقة هي طبعا وخاصة تشري كمعايير موضوعة عالمية ودولية فهي بتعطيك تقييم واضح وجيد لشغلك يعني خاصة تعرف أنت المسابقات المحلية تخترف على المسابقات العالمية حتى مستويات الفرق تكون أفضل فهذا فينك تعرف مستواك صار وين هو أنا بتوقع حتى المركز الثاني أحرزناه يعني كان في فرصة كبيرة نحنا أن نحرز المركز الأول بس في حصلت بعض الشغلات اللي هي خارج هل أنت بحكي لك عدنان أخذنا المركز الثاني وإلا كان عنا شغل كتير منيح وبتوقع بستحق كان المركز الأول من الدول اللي كانت مشاركة؟ هل الدول بالمؤتمر كانت على مستوى يعني في الدول العربية كانت مشاركة فيها الأردن وطبعا لبنان أكيد وفي جزائر ومصر وفي فرنسا كانت مشاركة باحثين وبريطانيا كانت مشاركة بها المؤتمر حلو يعني فيه تجمع كان كبير هلأ أكيد بدي أخذ تفاصيل عن المؤتمر وما ترح فيه من أفكار لكن قابل خلينا نحكي شوية عن فينا نسميها الجليتش اللي صار بموضوع الروبوت تفضل عدنان هلأ هو الفكرة الأول شي حكيت أنه فيه متاهة الروبوت لازم يمشي فيها فالحلو بالمتاهة كان يغيروا المتاهة عشوائيا وأحد الشغلات الطريفة أنه المتاهة اللي صارت عشوائيا على دورنا كانت أطول طريق ممكن يسلكوا الروبوت فمشي بأطول مسار ممكن أخذ أطول مسار ممكن أخذ أطول مسار ممكن لحد تطلع مع هذا الشي هو حقق الزمن قياسي تقريبا كان دقيقتين و 12 ثانية كان ثاني أقل الزمن على المسابق كل هذا بالنسبة للشطرنج هو كان الروبوت أنه بدي يحرك القطاع كان فيهم قدام هاكمين مثل الملقط واحدة من الشغلات الطريفة أنه البرغي تابع الملقط هر فصار الروبوت عام يمشي بوحدة فكنا نمشي الروبوت نتفشع حتى نمشي شوية نتفشع هر الملقط لا خطأ برمجة فينا خطأ بلحظة نعم 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 فصار فتصمم الروبوت اللي صمموا الطلاب على أساس أنه المنطقة اللي بدوا تتم فيها حمل ما كانت من تحت فهي بالبغة الحقيقية اللي شفناها طلعت من فوق فهي أحد الشغلات اللي تداركوها بشكل سريع حتى كان هناك يعني كان الانطباع كتير جيد أنه بخلال فترة قصيرة تم تعديله الروبوت حتى التقاطه من الأعلى صار فهي من الشغلات اللي كان في شغل برمجة وكمان كان في شغل ميكانيكي كيف أنه يمسكوا الروبوت للقطعة من محل معين فلما نروح نحنا ونتفاجأ أنه نحنا مجهزين هيك وعادينا نتسلل بما تفدأ المسابقة نشوف القطعة أنه غير شكل تماما فتطلع فيها ايان وليش هيك فمسكناه وهكا وعدناك شكل كتير كبير أنه تغير شكله تماما للروبوت مساعتين هل هو يمكن المسابقة بتتاخذ على منحيان زمن وتصميم؟ زمن وتصميم؟ يعني أنت خلال مثلا المشكلة لأنه أحد اللقاطات يعني هرت معت فيني أنا بالوقت؟ لا ما فيني أنا أخذ وقت بفضل بدي أتدارك الحل اللحظة لازم أنا هيدا لا والحلو أنه تعادلنا وقتها مخسرنا كماما يعني كان في احتفال كبير كبير يعني لو تماما تماما الفرق كان خمس مقاط تماما فإحنا لو ماشتين بطريق أقصر أو لو الملقاط مهر أو هيكش فكنا أخذنا المركز الأول أكيد تمام طب هلأ نحن وأنتو حنشوف صور إذا جاهزين تشرحوا لنا عنهم شوي هلأ هيدا الصورة هو علي وندى يلي هنو نصيرين على اليمين تماما هنو مشاركين بالمسابقة من نص الدكتور إياد وعا يمين الدكتور إياد في يوشا عمرهج وزين علي المشاركين بالمؤتمر طبعا زين علي هو كمان كان أحد المشرفين علي ونحن نشتغل بالمسابقة هاي الصورة كمان إحنا قلنا الدم هلا هذا قصر المؤتمرات قصر إيميل الحود المؤتمرات بطبي هلا هون أثناء لما كنا نحن عم يدي الروبوت هوني اكتشفتوا أنه حجر الشطرانج مختلف نعم كان كل فريق قلو طاوله وكعم يشتغل فيها فهون كنا نحن عم تناقش كيف بدنا عيد الروبوت حلو كنت تماني بالعمل بالعمل لا بالعمل بسوريا تماني هونيك ثلاثة هوني كان هلا في شغلة طريفة كان بالمسابقة كان فيه جائزة انرجي أكبر طاقة للفريق كان بينزل البوست على صفحة المسابقة وأكتر حدا بياخد تعليقات كان ولايكات هو أكتر بياخد الجائزة ففتحنا نحن نشط المسابقة كان الفرق كلها سبع ست لايكات نحنا كنا شي ألف لايك كل شا في حدا بسوريا راح وفتحوا سابات بلج دعم شغلتنا هيدا الكقوس اللي أخدناها كأس الانيرجي وكأس المركز التاني حلو كأس الانيرجي وكأس المركز التاني جميل جدا هاي آخر صورة كانت في شي حلو كان عم يصير هونيكي يعني موضوع التعاون هلا خليني أخد فكرة عن الفرق التاني اللي كانت مشاركة يعني هلا نحنا أخدنا المركز التاني من أصل كم مركز هلا الفرق اللي كانت مشاركة بشكل عام هنو 8 فرق معنى هلا أغلبا كانت جامعات لبنانية الايو ومايو ومايو وزان الجامعة اللي فازت الجامعة الليبنانية يعني كل فريق نسمى حاله اسم كان اسم فريق طبعه النجيبة يعني شو كان اسمه كان اسمه تيك كرين تيشري بس من لاعبين بتحرف شو صارت تيك كرين يعني أخدنا التاني من التامن كويس شاء الله يا رب المرحلين قادمين أخد أول حضرتك سألتني من نسبة للمشاركة طبعا الحادثة اللي صارت اللي هي انه الخطأ بالنسبة للصورة اللي بعتولنا إياها انه تشتغل تحت الضغط طبعا هاي شغلة كانت كتير هجابية بالنسبة لطلابنا ايه انه تحط حالك تحبيه بها ما ممكن تنحط بهيك موقف إلا بهيك مناسبة صحيح وكانت يعني واضح تماما العمل كان كتير يعني قريب للكامل والشي الأهم حتى في المسابقة أحد العوامل تقييم فيها انه اللجنة في لجنة طبعا واللجنة كانت من دكاتر المشاركين بالأبحاث بالمؤتمر وهن في واحد بريطاني كان واحد من فرنسا واحد ابناني فكمان أحد في علامات توضع على على النموذج الروبوت اللي هو مشغول كتصميم ايه كتصميم فميزة التصميم اللي يشتغلوه عدنان وزملائه انه تصميم بسيط جدا وبيحقق المطلوب بشكل رائع يعني حتى الكلفة بسيطة جدا مقارنة بالروبوتات اللي كانت مشاركة كانت طبعا مكلفة هديك ومعظمة على الليغو كانت مشغولة قطع تركيب بينما نحن كانت عمل تصميم شكل كامل كل استفاد من الليغو موفي على علامة التصميم معطا حلو يعني في دقة بالتفاصيل بالمسابقة وانه فقط يعني يعني ما انه فقط أنا عملت روبوت يمكن عجبني مظهره فأنا خلاص بيعطيه جائزة لا في تحكيم في تحكيم وفي تفاصيل تحكيم كان كله لبناني في تحكيم يعني في دكتور فرنسي دكتور بريطاني وفي دكتور لبناني فكان ايه طب دكتور نحن بنعرف انه انت عندك تجارب بتصنيع الدارات الخاصة بالطائرات لو تحكي لنا شوية عن هيدا الموضوع سوري حضرتك انا نحن بالمركز نحن نتخارجين من مركزات ميزية وعم ندرس بدنامج ميكاترونيك تلاب دكتوريا لما كنا بالمركز كان في مشروع سنوي نحن لازم نشتغله فبالحدي عشر والبكالوريا نحن نشتغلنا على ما تصنيع دارات خاصة يعني نموذج طائرة بدون طيار كان نص قسم بالحدي عشر وقسم بالبكالوريا حلو طبعا يعني هلا هو تجربة عن تجربة عن تجربة طبعا نحن يمكن بوصل لمرحلة أنا قادر بس هون يمكن دكتور إياد يعني موضوع المتابعة موضوع رعاية هذه المواهب موضوع تنمية وسقل هذه المواهب يعني هي كلها مواهب خام أنا بشارك بمسابقة معلومة من هون معلومة من هون ممكن وصل إلى مرحلة جدا متقدمة لهذه كلها تقع على عاطقك أنت وباقي الكادر الموجود نحكي شوي عن عملية متابعة المواهب هلا نحن مثل ما بتعرفه كبرنامج ميكاترونيك للمتميزين هلا يدبع له هيئة التمييز والإبداع يعني السيد رئيس بشار الأساد أصدر من سنتين مرسوم لإحداث الهيئة اللي هي طبعا تحتضن وتدعم التمييز والإبداع وهي أحد الأركان الأساسية اللي طبعا أوجدت لمتابعة وطبعا دعم الخبرات والمتميزين والمبدعين مو بس حتى بالبرامج اللي هني خرجين المركز الوطني المتميزين وإنما في كامل المؤسسات التعليمية وغيرها فهي طبعا في فريق طبعا من الأسادزة والإدارات طبعا فيها هي التمييز الإبداع عم يتابع هالأمور وعم توضع طبعا خطط وستراتيجيات لحتى تحقيق الأهداف الأساسية اللي هي وجدت بالنسبة إلى الهيئة اللي هي دعم أي شخص أو أي موهبة موجودة عندها شيء بتعلق تمييز الإبداع فيه كامل الاختصاصات ومس الروبوت طبعا أكيد أبديش بتحس أنه لازم أنت هيك تدل مواكب للتطور للعلم لحتى تقدر تسقل معلوماتك أحلى الشيء بالهندسة اللي عم درسة اسمه كاترونيك أنه تقريبا كل شهر فيه شغلة جديدة مغيرة جزريا للأقسام اللي فيها فمواكبة الأبحاث الجديدة عم تطلع عالميا هو الشيء الأول الواحد لازم يشتغله يعني هو الأهم شيء بالكل شيء لحتى واحد يكفي كمهندس ناجح بهذا الاختصاص إضافة للمواد النظرية اللي أنا عم باخده يمكن عندي بالكلية كمان بالكلية في عندي مواد عملية يمكن أنا أبدأ عمى بشوية تجارب خارجية أنا قادر تطبقها بنسبة يعني تماما الفكرة هون أنه المواد نحن عنا نشتغل فيها أحيانا مشاريع أو حلقات بحث أو بشكل عام عن المواضيع فهذا الموضوع نحن عم نحاول دائما بالبرنامج نطبق يعني ما في أغلب المواد اللي عم نشتغلها عم يكون فيها مشروع مقيم بآخر السنة ما إله هنالك حتى دائما نحن ناخد الشيء اللي عم يعطينا يا الدكتور ناخد الشيء اللي لازم نحن ندرسه لحالنا ولازم نحن نشتغله لحالنا لحتى نجمعهم اثنيناتهم مصد الانتجاء حسنا حسنا دكتور بس يعني لو رجعت شوي يعني على موضوع المؤتمر بحاد ذات ممكن حكينا على المسابقة بس ارجع شوي يعني على موضوع المؤتمر يعني متى يعقد هذا المؤتمر ما هي الأفكار من هي الدول المشاركة يعني عملية تبادل الأفكار في هكذا المؤتمرات هي بحد ذاتها موضوع مهم جدا اكيد يعني انت اي باحث او حتى شخص عم يشتغل بالبحث العلمي طالب او استاذ المشاركة في هيك مؤتمرات هو عام يعني شيء اساسي جدا في تطويره للبحث فهي بالنسبة لنا احنا كانت يعني اول مرة طلابنا وطلاب طبعا خرجين الميكاترونيك المتميزين وطلاب السنة الثانية عدنان وزملاء وشاركنا بهالمؤتمر هذا مؤتمر دولي هو هو كان لأول مرة يقام في المنطقة هون هو مؤتمر نفس المؤتمر يقام في الدول الأوروبية بشكل دوري فهون لأول مرة يقام في بيروت دعينا له علاقة بالميكاترونيك كونه والروبوتيكس كان فيه أوراق بحسية جيدة شاركت بالمتنوعة مثل ما حكينا من جامعات عالمية المشاركة بالنسبة لطلابنا كانت شي مهم كتير كانت إلى دور حتى أحكي لك شغلة بسيطة كان وهي عدنان هو موجود بجوز أول مرة بيسمعها طلعنا بالعشا في زميلة دكتورة من الجامعة الأمريكية بيروت فعم تقل لي أنه أنتوا ما شاء الله عندكم طلاب الدراسات العليا مستواهون كويس حتى مناقشتهم ومحاضرات اللي كانت تلقى بالمؤتمر ما قصروا الشباب ناقشوا كل الباحثين طبعا الإعطاء والمناقش باللغة الإنجليزية كاملة فعم تقل لي أنه حتى أشرت عدنان أنه هذا طالب ماجستير عندك طالب سنة ثانية طالب سنة ثانية لا لا عدنان طالب سنة ثانية فتفاجأت أنه معقول الطريقة اللي طرح فيها ناقش في أحد الباحثين بموضوع معين فهذا الحال وهذا الشيء كتير كتير إيجابي أنه أنت الاطلاع على الأبحاث الجديدة الاحتكاك تسأل وتعرف وتشوف وتجر يعني تكون على تماس مباشر مع هالباحثين هذون كان حتى في محاضرات نوعية قيمة بمجال الروبوتيكس يعني ناس عم تشتغل سنوات طويلة فأنت قادر تاخذ هالخبرة هاي من خلال محاضرة صغيرة وقدر تناقش هالشخص وتسأله فهي من الأمور اللي ما ممكن أنت تحققها إلا بمشاركة بهك نوع صحيح يعني قديش هيدا الشيء بيخلينا نتفاقل أنه نحن بالمستقبل ممكن أنه نستغني عن الخبرات الخارجية عدنان قديش هيدا التمييز كمان بيحملك مسؤولية ألا السيدة الأولى أسماء الأساد هي الرعيد هذا البرنامج التمييز بشكل عام هي بأكتر مرة من اللقاءاتك كانت تقول أنه نحن متمييزين إنه النواة لحتى ننشر طريقة جديدة بالعلم وطريقة جديدة بالبحث بالمجتمع تمام فتشكيلنا لهيدا النواة نحن بس نتخرج ونشتغل هو هذا الشيء اللي رح يحده استغيير بشكل فعلي تمام طيب خليني أحكي شوي عن الجامعة يعني كم المعلومات اللي عم تقدموا الجامعة بهيدا المجال للمخابر تجهيزات المخابر نوجد نظرك كطع لبلد الدكتور إياد موجود فضل الشيء الحلو بالميكاترونيك مثل أنا كثير معجب بالاختصاص لهيك ببلج جمالي ببلج جمالي هيك إنه العلم ما مواقف على تجربة حلو ومواقف على مادة ولا مواقف على الشيء معين صح فمجموعة الشغلات اللي نحن عم نستمدها من الجامعة من هي التمييز الإبداع وما إلى هنا وحتى من الإنترنت بشكل عام يعني من كل المحلات اللي نحن عم درس منها هي اللي عم تـ يعني أنا حاسة إنه عم تكون الكفاءة حوال 90% لح تقدمنا إيها يعني في شغلة كان يضل إياها بابا ومهندس إنه العلم واحد بكل مكان إذا كان نحن عم ندرس هون ولا بحمص ولا بأمريكا فطالما هيك ونحن حاطين بالنهايد الفكرة إنه العلم واحد بكل مكان فما في الشيء يعني يعني ما ممكن نحن نتخيل إنه طالب بأمريكا أو طالب بفرنسا أو طالب بألمانيا وطالب بسوريا عندهم سويات ذكاء مختلفة أو عندهم قدرات تحصيل مختلفة فبس إنه الواحد يحط بباله هذه الفكرة بصير أحسن منه تحيلة والدك على المعلومة اللي نقلك يعني أنتو بدورك ممكن أنت تنقلها للأجيال القادمة أنا وقتي انتهى بدي أتشكرك جزيل الشكر عدنا سعود سنة ثانية حضرتك ببرنامج ببرنامج وبهندس الميكاترونيكس شكرا جزيلا لوجودك يا رب شكرا طبعا بدي أتشكرك جزيل الشكر دكتور إياد حاتم منسق برنامج المتميزون قسم الميكاترونيكس يا رب كل التوفيق في قادم الأيام وعديد المشاركات ممكن تكونوا فيها شكرا جزيلا لكم من أفضل لأفضل إن شاء الله وإن شاء الله بتظلوا رافعين رأسنا بكل المكان